نتكلم عن سيرة الإمام الغزالي سيرة الإمام الغزالي يختلط فيها العلمي بالسياسي بالديني بالفلسفي بالذاتي أيضا وكل هذه الرحلة في خمسة وخمسين سنة لكن في الحقيقة هذه الرحلة إذا أردنا أن نغوص في تفاصيلها ستحتاج ربما شرح طويل يتخيل للسامع أن هذا الرجل عاش مئة وخمسين سنة لذلك كانت لدى الإمام تقلبات مختلفة لذلك كانت لدى الإمام آراء مختلفة بالأحيانا متناقض بعضهم تجاوز ذلك من وصف الإمام بالتناقض إلى القول أن يعني إلى الاتهام السلبي للإمام أنه كان يعني يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر كان ما يظهر للناس شيء وما يبطنه شيء آخر الله أعلم بحقيقة الأمر لكن نحن ندرس الأمور لكن نحن ندرس الأمور كما تظهر لنا أو كما يخيل إلينا أننا ندركها كثير من الناس الذين يتعصبون للإمام الغزالي ينفون عنه صفة أنه كان له ظاهر وباطن بعض الناس الآخرين الذين يكرهون الإمام الغزالي أو ربما الذين يعتقدون أنهم محايدين يقولون لا نحن نرى أن هناك إمكانية أن الإمام الغزالي كان له رأيان رأي باطني له هو ورأي ظاهري يظهره للناس هذه القضاءة ولكي نفهم سيرة الإمام الغزالي علينا أن نقرأ بعمق ولفترة يعني طويلة عدة مصادر فأهم المصادر التي يمكن أن نقرأ فيها تقلبات هذا الرجل ماذا حدث له لماذا تقلب كتبه هو يعني نحن للأسف نقرأ الكتب التي كتبت عنه التي فيها الثناء والمديح والإعجاب وإلى آخره أو إلى الكتب التي تعصبت ضد الإمام الغزالي فأكلت له الشتائم وسمت كتبه بأسماء سيئة إفساد علوم الدين أو إلى غير ذلك لكن كتب الإمام موجودة ويمكننا إذا أخذنا وقتا وعمقا في قراءة هذه الكتب أن نستخلص يعني ما هو سر كل هذه التغيرات والتحولات ما هو سر كل هذه التغيرات والتحولات التي هي فعلا خاضعة لأي تفسير ديني تفسير علمي تفسير منطقي ما هو السر وراء كل هذه التحولات فأول مصدر من المصادر هو كتاب كتب الإمام الغزالي وشخصيا بعد ما قرأت عدة كتب عن الإمام الغزالي وجدت أن أهم كتاب يمكن أن تفهم فيه الإمام الغزالي هو سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسه وهو كتاب المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال حيث ذكر فيه الإمام سيرته الذاتية كما يراها هو وهذا الكتاب على الرغم أنه صغير يعني ربما لا يتجاوز مئة صفحة مئة وعشرين صفحة لكن لكن إذا جئنا نبقى ندرس دراسة علمية وليس دراسة عاطفية أو دراسة دينية بحتة دراسة نفسية أو دراسة وفق يعني المنهج العلمي ممكن هنتكلم فيه أو نكتب فيه 200-300-400 صفحة وبعض المتعصبين للإمام الغزالي يعني حب ينقز إلى النتيجة مباشرة فيقول لك أنه مثلا التصوف هو غاية ما يصل عليه العقل البشري وهو الطريق النهائي والأوحد للسعادة الذاتية والسعادة الأبدية وأعتقد تناولنا لسيرة الإمام الغزالي من هذا المنطلق يعني تناول غير كامل وتناول منقوص فأنت لما تقرأ للإمام الغزالي لا تحاول تكون صوفي أو لما تقرأ للروحانين لا تحاول تكون روحاني أنت كن نفسك وحاول تستفيد من الجميع سواء من الصوفية أو من الروحانين أو من غيرهم لو تلاحظ أنه كثير من هؤلاء الروحانين والصوفية وكثير من اللي يتكلم في الجوانب الروحية They are touching the same roots هم يتناقشوا ويبحثوا في ذات المسائل المهم أنت لما تقرأ في هذه المواضيع أنك تقوص بنفسك وتبحث تحاول تجعلها رحلة بحث ذاتية عن الحقيقة وعن الصواب كما فعل الإمام الغزالي لا تنتظر نتيجة معلبة أو جاهزة يقدمها لك أحد عن ما هو الصواب أو ما هو الخطأ أو أين تجد السعادة أو ما هو الشيء الصح وما هو الخطأ الإمام الغزالي خمسة وخمسين سنة استمر في طريق يبحث عن ما هو الصواب خمسة وخمسين سنة استمر في طريق يبحث عن ما هو الصواب والصحيح من وجه نظره هو وهذه نقطة في غاية الأهمية أنه ليس هناك صواب أستطيع أن أقدمه لك أنا على طبق من ذهب بل يجب عليك أن تبدو أنت جهدا ذاتيا في استكشاف ما هو الشيء الصحيح وما هو الشيء الذي ترتاح إليه نفسك نقول أنه مهم للذي يريد أن يقرأ ويفهم سيرة الإمام الغزالي أن يقرأ كتبه حسب تاريخ تأليفها فالإمام الغزالي كتب كتبه في فترات طويلة ويعني هو كتب تقريبا خمسة وخمسين كتاب فالبعض يقول يعني أنه في كل سنة من سنوات عمره كتب كتاب حتى من يوم أن كان طفلا الدكتور مشهد العلاف كتب على الإنترنت كتاب مؤلفات الإمام الغزالي الثابت منها والمنحول هذا الكتاب سوى عمليا مرة مهمين العمل الأول هو أنه ذكر كتب الإمام الغزالي الثابتة النسبة إليه والكتب الأخرى المنحولة رقم اثنين أنه رتب هذه الكتب الثابتة ترتيبا زمنيا حسب كتابة الإمام الغزالي لها عندما نقرأ هذه الكتب حسب هذا الترتيب الزمني سوف نستخلص ونفهم أمور كثيرة بخلاف لو أخذنا كتاب بعينه قرأناه مجتزأا من هذه السلسلة الطويلة من المؤلفات